الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم قالت اللجنة المالية النيابية أن ارتفاع أسعار النفط لا تكفي لتغطية النفقات الحكومية بدون بقانون الموازنة فيما لفتت إلى أن العراق يصدر مليونين وخمسمائة ألف برميل نفط يوميا وقال عضو اللجنة محمد شبكي أن العراق كان يصدر بحدود ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف برميل يوميا إلا أنه بعد اتفاق منظمة أوبيك بخفض قيمة الصادرات للدول الأعضاء أصبح يصدر مليونين وخمسمائة ألف برميل يوميا وأضاف أن اتفاق أوبيك كان سببا في تقليل الإرادات المالية العائدة لخزينة الدولة من صادرات النفط مؤكدا أن ارتفاع سعار النفط لا يكفي لتغطية النفقات الحكومية بقانون الموازنة اعترفت اللجنة المالية في البرلمان الحالي أن العراق يفتقر إلى الشفافية والوضوح في تطبيق القوانين وقال مقرر اللجنة أحمد صفار إن تشريعات البنك المركزي والمصارف التي يتم التعامل بها حاليا تنص على أن أي مصرف بالعراق يحصل على إجازة تأسيس يجب عليه أن يضع مبلغا احتياطيا لدى البنك المركزي وأن هذا الاحتياطي يؤمن ودائع الزبائن في المصارف التي تتعرض إلى هزات وأزمات مستدركا بالقول بأن هناك مصارف تعرضت إلى إفلاس منذ فترات ولم يحصل المدعون على تعويضات بسبب أن تلك التعويضات تتجاوز الاحتياطي القانوني للمصارف داخل البنك المركزي وأضح أن هذا الضعف بالإجراءات تسبب بمشاكل كبيرة للقطاع المصرفي في البلاد أعلنت وزارة الموارد المائية الحالية ترحيل العمل بمشروع قناة البدع الأنبوبي في البصرة إلى العام المقبل بسبب قلة التخصصات المالية وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبدالله إن المشروع الهادف إلى تحويل قناة البدع المفتوحة إلى أنابيب ناقلة كانت تخصيصاته سببا في تأخير تنفيذه بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء للشعروع به فورا وأضاف عبدالله أن الوزارة عملت على تخفيض تخصيصات المشروع إلى 200 مليون دولار فقط وتم الاتفاق على تنفيذ فيذ الجزء الأخير من القناة وهو عبارة عن تربة رملية تحوي نسبا عالية من مادة الجبس وعند ضخ المياه بكميات كبيرة يؤدي ذلك إلى ذوبانها وحصول تخصفات وانهيارات بقاع القناة المبطنة يعاني السودان من شلل شبه كامل في حركتي الصادرات والواردات بسبب إغلاق محتجين من قبائل البجا شرقي البلاد الطريق القومي الذي يربط بين موانئ شرق سودان وولاة الإقليم الثلاث البحر الأحمر كسل القضارف بالعاصم الخرطوم وقال المدير العام المكلف لهيئة الموانئ بالبحر الأحمر عصام الدين حسابه إن إغلاق الموانئ بدأ يوم الجمعة الماضي وتم متواصل حتى الآن احتجاجا على عدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالبهم والتهنيش الذي يعاني منه الإقليم مشيرا إلى أن الفاقد الإرادي اليومي للإغلاق يبلغ نحو 250 ألف يورو في الحد الأدنى تواجه إدارة الرئيس الأمريكي شو بايدن أزمة مالية وسط رفض الحزب الجمهورية التصويت لصالح رفع سقف الدين العام من مستواه الحالية البالغ 28 تريليون دولار إلى مستوى أعلى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار سندات دين جديدة توفر سيولة للحكومة الفيدرالية وحتى الآن تعتبر سندات الدين الأمريكية المتوسطة مدة عشر سنوات من أكثر الأدوات المالية جاذبية للمستثمرين والدول في أنحاء العالم إذ أنها تمثل الملاذة الآمن في أوقات الأزمات المالية والأدوات الأسرع في التحويل إلى سيولة ويقدر سوق السندات المالية بنحو 21 تريليون دولار حسب بيانات مؤسسة سيفما التي تراقب سوق الأدوات المالية الثابتة في الولايات المتحدة ختام الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر